السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة الأعزاء ها قد عدنا إلى حل لمتابعة حلول تمارينات لتحذير للاختبار أو الفرد أولا وصلنا إلى السؤال الثالث يطلب مننا حساب إحداثية النقطة D بحيث سعة تساوي بD فلننطلق على بركة الله إذن حساب إحداثية النقطة D بحيث سعة تساوي بD إذن وش رح نفرض أن D هي X و Y إذن وش رح ندير إذن رح نحوص رح نحسب سعة على حدة وBD على حدة إذن ننطلق على بركة الله إذن سعة تعنا وش يساوي إذن يساوي فاصلة النهاية ناقص فاصلة البداية إذن فاصلة النهاية هي 2 ناقص ناقص 4 ترتيب النهاية هي ناقص 1 ناقص ناقص ترتيب C وهي ناقص ثلاثة إذن 2 ناقص ناقص أربعة تساوي 6 وناقص واحد ناقص ناقص ثلاثة تساوي ناقص واحد زائد ثلاثة وهي زائد اثنين أما فيما يخص BD نتبهوا معي ركزوا معي إذن BD تعنا وماذا يساوي فاصلة النهاية وهي X ناقص فاصلة B فاصلة B هي ناقص ثلاثة إذن ناقص ناقص ثلاثة تمدلي زائد ثلاثة وترتيب D هي Y ناقص ترتيب B هي ثلاثة إذن ناقص ثلاثة إذن BD تعي هي X زائد ثنين وY ناقص ثلاثة إذن بما أن بما أن سئة تعي ركزوا معي إذن بما أن سئة يساوي BD ما معنى؟ فإن الشعاعين متساوين عندما يتساوي شعاعا فإن فاصلتهما متساويتين وترتيبهما متساويتين وش معنتها؟ معنتها نعوذ سئة سئة هو ستة إثنين تساوي X زائد ثنين وY ناقص ثلاثة هننا رح نساوي بين الفواصل والترتيب إذن مش هنجبت نجبت X زائد ثنين تساوي ركزوا معي تساوي ستة و Y ناقص و Y ناقص ثلاثة تساوي إثنان إذن رح نجبت X و Y من خلال المعادلة هذه منه X حل يساوي رح نرد زائد ثنين الطرف الآخر يقول لي ستة ناقص ثنين لهو أربعة و Y ناقص ثلاثة يساوي ثنين إذن منه Y يساوي ثلاثة زائد ثنين لهو شحل؟ يساوي خمسة إذن مش رقينا إحداثية D إذن إحداثية D تاعي تبهد بالأحمر إذن D تساوي أربعة وخمسة وهو المطلوب إيجاده ننطلق إلى السؤال الرابع وش يطلبنا سؤال رابع؟ سؤال رابع قلنا بيّن أن C D C D يُعامد أبي بيّن أن C D المستقيم C D ركزوا معي يُعامد أبي وش عدنا؟ الآن راح نعود إلى الوراء راح نقول لنقاط لتعليم النقاط بتاعنا وش لقينا؟ احنا عيّلنا النقاط تاي هاي هملك نقاط تاي A C و B و D الآن D تاعي هي أربعة وخمسة ممكن تعيينها هي ربعة الفاصلة هي ربعة والترتيب شحل قلنا خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة راح نجي هنا إذن تابعوا معي راح نجي هنا بالإسقاط راح نجينا في النقطة هذه إذن هذه هي النقطة D تاعنا D هذه هي إذن إذن أصل بين B و D إذن ماذا يخرج لي؟ نلاحظ حسب الشكل نلاحظ أن الشكل هو متوازي الأضلع لماذا متوازي الأضلع؟ لماذا؟ لماذا متوازي الأضلع؟ لأنني وجدت أن ماذا عندي؟ عندي أن C A نتبهوا معي C A يساوي B D لهم نفس الإتجاه نفس المنحة نفس الطول إذن ماذا عندي؟ عندي الرباعي ممكن نقوم هكذا B D A C هو متوازي الأضلع نتبهوا معي الترتيب مهم جدا لا تستطيع مثلا تقول B A C D لا شوفوا الشكل كيف يأتي B A C D وش يخرج هذا الشكل ليس متوازي الأضلع إذن الترتيب مهم B D A C أو ممكن قراءته C B D A هنا لازم الترتيب مهم جدا إذن ممكن نكتب C B D A متوازي الأضلع وإذن وش نكتب في الحل؟ نكتب أولا إذن فيه بيان هذا وش ندير نتبهوا معي راح نكتب نكتب أولا وش عندي بما أن نتبهوا معي بما أن عندي شعاع سئة سئة يساوي يساوي B D فإن وش لازم سئة يساوي B D فإن 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 نتبهوا معي س س C B B D A وش يكون يكون متوازي الأضلع الأضلع وش عندي المعلومة الأخرى؟ عندي معلومة أخرى حسب السؤال الأول أن A B شوفوا الشكل شوفوا الشكل عندي A B يساوي C A A لا عندي B C A C A C يساوي B C إذن و عندي ونكتب و A C يساوي B C يعني ضلعين متتاليين ضلعين متساويين ومنه ومنه وش يخرج ليه؟ المتوازي هذا الأضلع وش يخرج ليه؟ C B D A فإنه وش يكون فإنه فإنه معين لأنه متوازي الأضلع مع ضلعين متتالي متساويين وفي المعين وش عندي؟ عندي القطرين متعامدين نتبهوا معايا إذا عندي نعود دائما للشكل وش عندي؟ عندي سيدي تبهوا معي سيدي سيدي و بأ و بأ فإنهم متعامدين حسب خواص المعين حسب خواص المعين إذا مكتب فإنه معين ومنه أخيرا منه وش عندي؟ فإن المستقيمين سيدي يعامد أبي لأنهم لأن لأن أبي سيدي القطعتين سيدي و وأبي هما قطرين هما قطرين 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 المعين أتمنى أن يكون شرحي مفهوم إذن بهذا نكون انتهينا من هذا التمرين ننطلق على بركة الله إلى حل المسألة إذن المسألة ماذا تقول؟ إذن نبدأ بش نذكركم بالمسألة لدينا شكل مقابل هذا مطلوب منا إيجاد أحسب طول قطر المربع ما لدينا سوف نمثل قطر هذا المربع مثلا سنرمز له بـ إذن ما قالنا في التمرين؟ قطر قطر المربع يزيد قطر المستطيل يزيد عن قطر المربع بـ والمجموع تحهم يساوي 28 إذن سنستخرج المعادلة إذن نكتب لتكون إذن مسألة ليكون إيكس هو قطر المربع ماذا عندي؟ كمعادلة أولى عندي إيكس يزيد قطر المستطيل يزيد بـ 2 ماتر عن قطر المربع إذن قطر قطر المستطيل هو هو وشنو؟ هو إيكس زائد 2 وقطر المربع إيكس إذن والمجموعهما هو 28 إذن نكتب المعادلة الأولى إذن إيكس زائد إيكس زائد 2 يعني قطر المربع زائد قطر المستطيل ماذا ليساوي؟ 28 ونحل المعادلة إذن إيكس زائد إيكس ماذا لي؟ 2 إيكس زائد 2 تساوي 28 إذن 2 إيكس ما جاهل من الطرف المعادلة من الطرف إذن تساوي 28 نقص 2 اللي هي 28 نقص 2 شحل تساوي 26 إذن نقسم على 2 إذن إيكس تساوي 26 على 2 اللي هي 13 إذن إيكس يساوي 13 متر هو لأن الوحدة ضرورية جداً هو طول قطر المربع هذا قطر المربع إذن أما قطر المستطيل ماذا يساوي؟ قطر المستطيل ماذا يساوي؟ إذن يساوي إذن إيكس زائد 2 لهو ثلاثة عشر زائد 2 لهو خمسة عشر متر إذن قطر المستطيل لقيناه خمسة عشر متر السؤال الثاني وشي طلبنا؟ احسب طول وعرض المستطيل إذن كيف نحسب طول وعرض المستطيل؟ انتبهوا معي سنقول لكم إلى الشكل نحن الآن لقيناه انتبهوا معي هنا لقيناه خمسة عشر متر وهنا لقيناه ثناش ثلاثة عشر متر عفوا ثلاثة عشر متر إذن ومدرنا علما أن كوس كوس ألفا هي 0.8 مدرنا كوس ألفا يعني عندي الزاوية هذه وعندي المستطيل هنا زاوية قائمة ماذا سنطبق؟ سنطبق كوس ألفا كوس ألفا ماذا يساوي؟ سنسمي هذا الطول آل وهذا بوتيتال مينسكول هذا ماجسكول وهذا مينسكول إذن طول المستطيل آل وطول العرض تحو بوتيتال مينسكول إذن ماذا سنفعل؟ هنا عندي كوس ألفا ماذا يساوي؟ يساوي المجاور على 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 الوطر إذن مطبق هذه الخصية عندنا إذن ماذا سنفعل؟ حساب طول وعرض المستطيل ماذا سنفعل؟ إذن لدينا نتبهوا معايا لدينا ماذا سنفعل؟ عندي إذن إذن نركزوا معايا إذن عندي كوس ألفا يساوي سفر فاصل ثمانية وعندي بليكوس ألفا هو المقاب المجاور على الوطر يهو آل على خمسة عشر وهذا ماذا يساوي؟ سفر فاصل ثمانية إذن ندير ندير قاعدة ثلاثية يعني أي0.11 على شكل على واحد المقام التحوى علي واحد إذن آل� في واحد تساوي 15 له بعد وعنس�rive من قاعدة ثلاثية هذا في هاذا يساوي هذا في هذا إذن الذينم تساوي 0.8 في خمسة عشر إذن 0.8 فو خمسة عشرا بها الحاسبة رح نجد veut نعم S متر ال تساوي اثنى عشر متر هذا بالنسبة للطول المستطيل اما بالنسبة مازلنا العرض راح نطبق نظرية فيتاغورث لماذا؟ لاننا في هذا المثلث قائد طول الوطر مربع زائد طول العرض مربع زائد طول الطول مربع اذا حساب العرض حساب العرض حساب العرض بتطبيق نظرية فيتاغورث اذا قلنا خمسة عشر مربع تساوي المنسكول مربع اللي هو العرض زائد الطول مربع اذا المربع ماذا يساوي هذا نعوضه قبل ذلك نعوض ال الكل مربع زائد ال ال الثناش الكل مربع ال مربع هذه تولي لنا خمسة عشر مربع ناقص مربع خمسة عشر مربع ماذا تساوي؟ اذا بالالة الحاسبة رح نلقوها باستعمال الالة الحاسبة رح نلقاو ال صغيرة اذا اذا نلقاو ميتين هذا تساوي ميتين خمسة عشرين ناقص مئة أربع أربعين هذه تساوي واحد وثمانين اذا ال ال هي جذر واحد وثمانين اللي هي تسعة اذا ال الصغيرة هي تسعة متر وبهذا وبهذا نكون قد لقينا العرض تعلق المستطيل وطول المستطيل ويبقى لنا سؤال أخير وهذا ان شاء الله رح نكمله في الحصة القادمة ان شاء الله وبهذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته